في آخر تطورات كورونا حول العالم يوسع أوميكرون انتشاره وفي هذا شأن رفعت بريطانيا مستوى التهديد الرسمي للفيروس محذرة من أن سرعة انتشار المتحور دفعت الحكومة إلى مستوى محفوف بالمخاطر في غضون ذلك رجحت منظمة الصحة العالمية أن ينتشر أوميكرون أكثر من نظيره دلتا ويتسبب في أعراض أقل حدة ويجعل اللقاحات أقل فاعلية إلا أنها أوضحت أن معطياتها لا تزال غير مكتملة الجائحة تأبى أن ينقضي عام 2021 بسلام مخلفة خسائر بشرية واقتصادية لم يعحدها العالم من قبل متحورات لا تنتهي بل تزداد شراسة وآخرها أوميكرون الذي انتشر في أكثر من ستين دولة مكشرا عن أنياب فايروس كورونا الذي سيطر على مناحي الحياة العالمية وعاد الدول إلى نقطة الصفر في حربها على الوباء ففي المملكة المتحدة حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن موجة هائلة لجاحة فيروس كورونا تلوح في الأفق لتضرب بلاده جراء المتحور أوميكرون وقال جونسون أنه ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك بأن هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون في جنوب أفريقيا التي تعاني من وإلاءة فيروس كورونا كانت الصدمة عنوان لهذا البلد حيث أعلنت الرئاسة الجنوب الأفريقية إصابة الرئيس سيريل راما بوسا بفايروس كورونا المستجد وأشارت الرئاسة إلى أن راما بوسا بدأ يشعر بالتواعك بعد مغادرته مراسم تكريم نائب الرئيس السابق بمدينة كيبتاون من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراض طفيفة مشيرة إلى أن أهمية توفير الجراءات المعززة من اللقاة المضادة لفايروس كورونا كونها سلاح الطب الحديث أمام الفايروس في أوروبا أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية أن أعطاء الجرعات المعززة من لقاح كورونا آمن وفاعل بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأخيرة وسبق أن أعلنت الهيئة الأوروبية قبل فترة قصيرة أنها قد ترخص لقاحات معدلة لمكافحة المتحور الجديد في قضون ثلاثة أو أربعة أشهر إذا لزم الأمر فيما تتحرك شركات الأدوية العالمية لتطوير لقاحاتها والعمل على تعزيز خطط إنتاج المزيد من الجرعات لضمان توزيعها سريعا على دول العالم